تنفيذا لتوجهات الدولة بضرورة وصول خدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين أعلنت مدرية الصحة بالمينيا عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة حق اقتنظمي وذلك ضمن مبادرة أيامنا أحلى لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجانة وقالت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمينيا وفاء بدوي إن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة مشيرة إلى أن المرحلة الثانية للحملة ستكون بالمينيا ابتداء من اليوم حتى السادسة والعشرين من أغسطس من الشهر الجاري